بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد سادسا الأعمال الشيطانية وهو سبعة أبواب باب ما جاء في السحر السحر لا يتأتى إلا عن طريق الشرك فالشياطين لا تخدم الإنسان إلا لمصلحة وهي إغواء بني آدم وإدخالهم في الشرك والمعاصي الدليلان الأول والثاني وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد اشتراه أي تعلمه الطاغوت الشيطان من التفسير بالمثال لأن الطاغوت أعم من الشيطان هل ينتفي الخلاق أي النصيب بالكلية أم ينتفي بعضه القول الأول آيات الوعيد تمر كما جاءت ولا يحرص على جمعها مع آيات الوعد بالمغفرة حتى لا يقلل من شأنها لقوله وما نرسل بالآيات إلا تخويفا لأن الله ساقها مساق التخويف والترهيب من هذا الفعل القول الثاني تضم نصوص الوعيد إلى نصوص الوعد وينتفي النصيب على تفصيل ينتفي كله إذا كان السحر باستعمال الشياطين وينتفي بعضه إذا كان باستعمال أدوية وعقاقير الدليل الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات اجتنبوا أي اتركوا مع البعد بأن نكون في جانب وهي في جانب آخر السبع هذا لا يقتضي الحصر فإن هناك موبقات أخرى وأكل الربا معناه أخذه سواء استعمله في الأكل أو الفراش أو غير ذلك والربا هو تفاضل في عقد بين أشياء يجب فيها التساوي ونسأ في عقد بين أشياء يجب فيها التقابض وينقسم إلى قسمين ربا فضل أي زيادة وربا نسيئة أي تأخير وأكل مال اليتيم واليتيم هو من مات أبوه قبل بلوغه ذكرا كان أم أنثى والتولي يوم الزحف أي الإدبار يوم تلاحم الصفين في القتال مع الكفار وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات أي رمي المؤمنات الحرة بالزنا وقتل النفس التي حرم الله وهي أربع المؤمن لإيمانه والذمي الذي بيننا وبينه ذمة مع بذل الجزية والمعاهد بيننا وبينه عهد ألا يحاربنا ولا نحاربه والمستأمن بيننا وبينه أمان لتجارة أو ليفهم الإسلام إلا بالحق وهي ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة والتولي يجوز في ثلاثة مواضع متحرفا لقتال كمن ينصرف ليصلح من شأنه ويهيئ الأسلحة أو ينحرف ليأتي من جهة أخرى ومتحيزا إلى فئة أي ينضم مع طائفة أخرى لضرورة بشرط أن لا يكون على الجيش ضرر وإذا كان الكفار أكثر من مثلي المسلمين فيجوز الفرار حينئذ الدليل الرابع إلى السابع وعن جندب مرفوعة حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت وكذا صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو حكم الساحر القول الأول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله السحر كله كفر والساحر يقتل مطلقا وتوبته عند الله تعالى القول الثاني للشافعي رحمه الله تعالى وهذا الذي رجحه الشيخ بن عثيمين رحمه الله سحر الشياطين فاعله مرتد يستتاب فإن تاب قتلناه حدا لأنه مسلم وإن لم يتب قتلناه على أنه كافر مرتد وسحر الأدوية والعقاقير حكم فاعله هو حكم الصائل المعتدي ويقتل حدا على أنه مسلم المسائل الأولى تفسير آية البقرة ولقد علموا لمن اشتراه الثانية تفسير آية النساء يؤمنون بالجبت والطاغوت الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما الجبت كل ما لا خير فيه من السحر وغيره والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس الطاغوت إذا أطلق فالمراد به شيطان الجن والكاهن شيطان الإنس الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي السادسة أن الساحر يكفر السابعة يقتل ولا يستتاب الحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه بل يقتل بكل حال أما الكفر فإن صاحبه يستتاب الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده القول بقتل الساحر من السلطان موافق للقواعد الشرعية لأنهم يسعون في الأرض فسادا وفسادهم من أعظم الفساد فقتلهم واجب على الإمام ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتلهم لأن مثل هؤلاء إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم في أرضهم وفي أرض غيرهم وأيذا قتلوا سلم الناس من شرهم وارتدع الناس عن تعاطي السحر التقسيم والتقعيد للقول المفيد